اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا وأصلي وأسلم على المبعوث للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج مونيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حلقة جديدة في برنامج ناء السيرة النبوية وقضايا الأمة وبمشاركة المشايخ الكرام الشيخ علي والشيخ محمد والشيخ فضل والشيخ علي وبحضوركم مشاهدين الكرام في هذه المأدبة السنية النبوية الإسلامية ونحن نأخذ من هذه السيرة شواهدها وإفاداتها فيما يتعلق بموضوع هذه الحلقة موضوعها هو الأسرة كما هي مراد للخالق سبحانه وتعالى وكما هي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته الطاهرة الشريفة الطيبة المباركة فيما يعرف بالأسرة النبوية وكذلك ما يعرف بسنة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والرسل وجميع الخلق الذين أقاموا وجودهم الدنيوي على صعيد الأسرة الزوجية والبنوة والأبوة وهذا كله مراد له سبحانه وتعالى في خلقه ابتداء الله تعالى يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فمراده في الخلق الزوجية المرء وزوجه فهذا مراده في الخلق وهو ما يمكن أن نسميه بمراد الزوجية هذا من جهة الخلق والإنشاء ومن جهة التكليف والابتلاء الزوجية أحكام تكليف وأفعال نبي وأقوال وتقريرات وكذلك أفعال وأعمال المسلمين والناس أجمعين فالأسرة هي أيضا ليست فقط عند المسلمين فهي كذلك عند غير المسلمين بناء على الفطرة الإنسانية السوية فالأسرة إذن بهذه المقاصد مقصد الزوجية ومقصد الوالدية والوالدية هي صفة الوالد والوالدة التي تنشأ عن الزوجية ثم الولدية في مقابل الوالدية بمعنى الولد الذكر والأنثى كما نقول دائما في تفسير لفظ الولد الذي جاء ذكره في القرآن الكريم يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا الأنثى فالولد نفظ يطلق على الإبن والبنت والأسرة هو كذلك بمقاصد النسب والعرض والنسل وهذه المقاصد الثلاثة ذكرها العلماء ضمن دائرة تعرف بدائرة حفظ العرض أو النسب أو النسل ضمن الكليات الخمس التي عدها العلماء حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل أو العرض أو النسب مع بعض التدقيقات فيما بينها ثم حفظ المال في المرتبة الخامسة فإذا مقاصد الشريعة والسيرة والسنة في الأسرة أنها أسرة فطرية هي مراد الله عز وجل في اجتماع الرجل مع المرأة باتفاق وعقد وحقوق والتزامات وكذلك من أجل تعمير هذه الدنيا لعمارة الآخرة فضلا عن مقصد الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة كما جاء ذلك في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وأرقى هذه المقاصد كما أخذناها من السيرة والسنة والقرآن أرقى هذه المقاصد إقامة العبودية لله عز وجل إقامة العبودية بإقامة مراده في الخلق ومراده في الخلق إقامة الزوجية الفطرية الجبلية وإقامة الزوجية التكليفية التشريعية وإقامة الزوجية في البعث والجزاء يوم القيامة وهناك إذن ارتباط بين الزوجية في الخلق والزوجية في الفعل والتكليف والزوجية في البعث والجزاء والدليل على الزوجية في الجزاء قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الاجتماع الأسري بالزوجية والبنوة والأبوة وكل ما يتعلق بهذه الأسرة الوالدية والولدية ومجموع النسب ومجموع العشيرة والقبيلة والربع بلهجة بعض أهل الشرق وبكل المكونات هذه الأسرة الضيقة والأسرة المتسعة الممتدة قوله سبحانه وتعالى خاصة الأسرة الأولى المتكون من الزوجين والأولاد والأصول والفروع والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين هذه الأسرة إذن كما استقريناها من السيرة والسنة والقرآن هي مواجهة بنمط غريب من أنماط بعض الدعاوى الفكرية والفلسفية والسياسية والاجتماعية وهي ما يعرف بالأسرة بين قوسين الأسرة الجندرية أسرة الجندر أو أسرة النوع الاجتماعي وهو نمط غريب وشاذ عن الفطرة وهو مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى في الزوجية التي ذكرناها وكذلك في الولدية والوالدية وفي النسب والعرض فهي أسرة بنمط غريب هكذا هذه الأسرة تطرح حاليا وطرحت قبل مدة على مستوى بعض الأفكار والفلسفات وربما على مستوى بعض التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية تعرف هذه الأسرة بالأسرة الجندرية التي لا تتأسس على الزوجية الذكر والأنثى وربما تتأسس على رجلين أو على امرأتين وكذلك قد تتأسس هذه الأسرة على رابطة ليست بالمعنى الشرعي الانضباطي الذي فيه المقاصد وفيه الحقوق والالتزامات وفيه الظوابط التي تستجيب للفطرة وتستجيب لمراد الله عز وجل ولمقاصد الأسرة ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فإذن نحن كيف نستدعي نموذج النبوة في الأسرة؟ نستدعيها بماذا؟ نستدعيها بمقاصدها في القرآن والسنة ونستدعيها بقيمها التي هي قيم المعاشرة بالمعروف والحقوق والالتزامات وأرقى وأعلى قيمة من هذه القيم إقامة هذه الأسرة على قاعدة العبودية لله سبحانه وتعالى كما نعبده في عباداتنا نعبده كذلك في أحوالنا الشخصية ومعاملاتنا المالية والاجتماعية هذه هي مقدمة إجمالية عن الأسرة من خلال السيرة والسنة ومشايخنا الكرام سيعلقون على هذه الحلقة من زواياهم المختلفة كما يقال في عالم الإعلام الزوايا زوايا النظر وأول زاوية نبدأها مع فضيلة الشيخ علي فليتفضل في هذه الزاوية تتحفنا بما عطاك الله سبحانه وتعالى من علم فضيلة الشيخ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حينما نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى وسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله نجد أن هذا الدين العظيم أولى عناية قصوى بالأسرة تأصيلاً وتنظيراً وتطبيقاً وأيضاً وقدوة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل مجالات الحياة ولكن في مجال الأسرة في تعامله مع زوجاته وفي تعامله مع أولاده وأحفاده هذا التعامل كان قدوةً في الرحمة وفي التربية وفي تحقيق التماسك الأسري حتى تكون هذه الأسرة قائمةً على الحبل الله سبحانه وتعالى وقائمةً كذلك على العلاقات القوية التي تربط بعضها ببعض والقرآن الكريم أكد على ميزان عظيم من أهم الموازين في هذا الكون وهو ميزان الزوج ميزان الشفع وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما فسر قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر قال الشفع هو غير الله والوتر هو الله الوتر هو الله فقط وبقية هذا الكون قائم على جناحين على الشفع على الزوج وهذا ما أكده القرآن الكريم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم إذن وهذه حقيقة هذه القضية وهذه الآية سبق علمي لم يصل إليها العلم البشري إلا في الفترة المتأخرة حيث وصلوا إلى أن الكون كله حتى ذرة كنبلة الذرية تقوم على أنصرين على السالب والموجب الكهرباء على كل شيء كل ما فيه ينفى يعني لا يمكن أن تتحقق نظرية علمية وهذا كلام العلماء إلا من خلال ربط شيء بشيء وهذا الربط يكون بينهما محكم وحينئذ يتحقق الناتج من جمع بين سالب وموجب من أي نوع من الأنواع وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مخالفة هذه الزوجية في التعامل على مستوى الإنسان والحيوان بل حتى على مستوى الكون على مستوى المنافع مخالفة هذه القاعدة مخالفة للفطرة الإنسانية والفطرة البشرية كما يحدث اليوم مع الأسف الشديد وحتى التعامل داخل الأسرة بناه الإسلام وبناه الرسول صلى الله عليه وسلم على التشاور وعلى التحابب وعلى التحمل وعلى أن يتحمل الزوج وكذلك أن تتحمل الزوجة وحتى أنظر ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته وحينما جاء سيدنا عمر يشكو وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا زوجاته يناقشنه وإلى آخره فمن هنا جاءت قضية أخرى قاعدة أخرى أيضا وفق فقه الميزان وهي قضية هذه الأسرة لا بد أن تقوم على مفهوم التراضي والتشاور فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم التراضي والتشاور هي مشاركة باب التفاعل يعني أن رضا طرفين الزوج والزوجة يساوي رضا أحدهما الآخر ومشاورة أحدهما تساوي على عكس مشاركة باب المفاعلة ومن هنا أنا أقول في تصنيف الأسرة أن الزوج هو بمثابة رئيس مجلس الإدارة أما الزوجة فهي سي أو الرئيسة التنفيذية التي تنفذ ويكون دائما بينهما التشاور ويكون القرار دائما بالتوافق شكرا فضل الشيخ علي على هذه الإضافة الطيبة شيخ محمد فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وأستنى بسنته إلى عام الدين خلق الله وهذا الجنس البشرية لحكمتين عظيمتين الحكمة الأولى مشتركة من الإنس والجن وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والثانية مختصة من الإنس وهي الاستخلاف في الأرض وأساس ذلك ودعامته الأسرة وهذه الأسرة وأساسها عقد بين الطرفين ومنه تتشعب أفراد الأسرة وهذا العقد ميزه الشرع عن غيره من العقود وسماه الله ميثاقا غليظا ورتب عليه كثيرا من الأحكام في الحياة وبعد الممات وجعله سببا لربط الوشائز والصلاة فبه توصل الأرحام وبه يحمى الذمان وقد مهدت الشريعة لهذا العقد تمهيدا عظيما فأوصل الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر فقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري لجنبي والصاحبي بالجنبي وابل السبيل يوما ولكت عمانه فالصاحب بالجنبي هو الزوج هو الزوجة وكذلك أصنى بيه صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالقيام بحق الآخر فقال في خطبته يوم عرفت وكان يوم جمعة لم يعيش بعده إلا ثنين وثمانين يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنه النعواني لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن المرأة خلقت من ضلعين أعوجه وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقنيمها انكسرت وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج كما صحى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر والفرك بغضة الأزواج والسبب هو تنافر المزاج والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ممنوع لأنه لا يمكن أن يجد الإنسان من يلائم طبعه في كل شيء في هذه الحياة فمن أراد أن لا يجد شيئا ينافر طبعه وأن لا يسمع شيئا يكرهه ولا يرى شيئا يكرهه عليه أن يتعجل لدار القرار ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أما من خالط الناس في هذه الدار لا بد أن يجد ما يلائمه وأن يجد ما ينافره وتسليته عن ما ينافر طبعه وأن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعدم عائبه ولست بمستبقن أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أوصن سائب القيام بحقوق الأزواج فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لسوجها وقد بيّن أهل العلم مقاصد الأسرة في الشرع في الستة المقصد الأول لامتثال لأمر الله في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء والمقصد الثاني لامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا مشار الشباب من استطاع أن يكون باءة فليتزوج ولقوله تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم والمقصد الثالث طلب النسل لقوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتبع به ولد صالح يدعو له صدقة في جارية والمقصد الرابع يعفاف نفسه عما حرم الله عليه والذين هم لفروجه يمحافظون إلا على أزواجه مع ملكة إيمانهم والمقصد الخامس يعفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى والمقصد السادس بناء الأسرة على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله بيّن أن الحقوق والواجبات مشتركة فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معاير الاختيار التي يختار كل طرف من الطرف الآخر على أساسها فقال في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تبعلوه تكون فتتهم في الأرض وفساد كبير وقال في المرأة تنكح المرأة لأربعين لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالفر بذات الدين تربت يداك والموضوع طويل بارك الله فيك الشيخ محمد على هذه الإفادة الطيبة الشيخ فضل بارك الله فيكم بالنسبة لموضوع الأسرة سأتكلم عن جانب واقعي هام وهمات تطرقتم إليه الجندرية وقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ونهى عن تغييره وتبديله فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فأنهى عن تبديل خلقه ومن تبديل خلقه هو تبديل هذه الفطرة العظيمة تبديل الزوجية وتبديل الزوجية هو ما يحصل اليوم في هذا العصر الحديث من تقنيل وتجريف للأسرة وهو خطر على الإنسانية وخطر على العالم وللأسف الشديد فلم بدأوا بأولا بتغيير وتحريف المصطلحات لأن المصطلحات لها أبعاد فكرية وأبعاد لها موراءها من العمل فسموها مجتمع لأن المجتمع لا يمكن أن يقوم إلا على أساس أساس الجنسي وأساس اللغة وأساس التاريخ فأنشأوا لهم مجتمعا وسموه مجتمع الميم حتى يكون هناك دمج مجتمعي ما يسمى بالدمج المجتمعي ثم غيروا بعد ذلك هوية الذكورة والأنثة التي هي أربع من ناحية الطبية وهو العلامات الظاهرة والعلامات الباطنة والغدد الباطنة وكذلك الكرموزومات وكذلك الهرمونات فزادت الأمم المتحدة علامة خامسة وهي الميول وفقننوا لذلك وصرحوا بذلك فأنت لا تستطيع أن تعرف أن ولدك الذي يولدك ذكر أو أنثى لأن هناك علامة خامسة جعلتها الأمم المتحدة وهي الميول ثم أصدروا بعد ذلك قانون يجرم كل قانون يؤدي إلى الكراهية أو يؤدي إلى الاحتقار أو يسموه بالتنمر أو صو المدارس بذلك ونزعوا حقوق الأب على ابنه من تربيته والنظر فيه أو حتى نصحه وملاطفته أن يمشي مع هؤلاء أو يمشي مع هؤلاء وفي عام 2013 في عام 2013 أصدرت الأول المتحدة 2 مليار وأربعمائة مليون مقطع إعلامي للدعوة إلى المجتمع هذا المجتمع ميم ميم لترسيخه بين المجتمعات وكذلك في قنوات الأطفال القنوات العالمية الكبرى بدأت تغير الألوان وبدأت تروج لهذا الشيء الخطير المخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها نسأل الله السلام والعافية بارك الله فيك الشيخ الفضل الشيخ عليد فضل بسم الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله مفهوم الأسرة في الإسلام حقيقة لما نأتي في نماذج عظيمة في تاريخنا الإسلامي ابتداء من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة بناتها هذه أول أسرة يتلى فيها كتاب الله أول أسرة تصلي لوجه الله الكريم أول أسرة تواحد المولى عز وجل وبعد ذلك تاتي لأسرة سيدنا أبو بكر الصديق كيف تربت على الإيمان وعلى الإسلام فتجد سيدة أسماء تجد سيدة عائشة تجد سيدنا عبد الله ابن أبو بكر تجد بعد ذلك عبد الرحمن تجد أبو سيدنا أبو بكر والد سيدنا أبو بكر جمعهم الإيمان جمعهم الإسلام جمعتهم التوحيد أيضا تجد مثلا أسرة سيدنا علي رضي الله عنه رضاه سيدة فاطمة كم فيها من دروس وعبر سيرهم أبنائهم الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم كيف تشربوا الإسلام سبغة الله كيف تربوا على دين الفطرة وهو امتداد طبيعي لتعاليم المولى عز وجل في الذاكرة الحضارية والتاريخية التي جاءت في القرآن الكريم امتداءا من آدم وأمنا حواء ثم بعد ذلك سيدنا نوح عليه السلام من كل زوجين اثنين وكيف أنه أخرج ابنه بحكم أنه ليس على العقيدة والمنهج أنه عمل غير صالح وهذا المفهوم الذي استمد من القرآن الكريم سيدنا إبراهيم في أسراء مع سارة مع هاجر مع سيدنا إسماعيل عليه السلام مع سيدنا إسحاق وكيف أن مثلا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية يعني الأصل في الأسرة أسرة الإيمان أسرة الإسلام الصلاة حاضرة بقوة واجعلني واجعلني مقيم الصلاة ومن ضريتي ربنا وتقبل دعاء تجد أيضا ويضرب لك أيضا الجانب المشاكل بين الأسرة بيعقوب عليه السلام وسيدنا يوسف عليه السلام وإخوانا والحسد والمشاكل ولكن تنتهي بنهاية سعيدة لأنها على مركب الأنبياء والموثلين وكيف العفو كيف الصفح لما قال أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يخفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعني الأسر في المفهوم القرآني الأسر في المفهوم الإسلامي أسر طبيعية الأصل يجمحهم الإيمان تجمحهم الصلاة يجمحهم المنهج تأتي بعض الزلات بعض الأخطاء يأتي العفو يأتي الصفح يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم المقصد إن المرجعية في تشكيل الأسرة في ثقافتها في حضارتها في عقيدتها يستمد من القرآن الكريم وتم ترجمة ذلك في خلال عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين وفي عهد التابعين ونحن على هذا الهدي وعلى هذا النهج وعلى هذا الصراط سائرون بإذن الله تعالى شكرا شيخ علي وشكرا لجميع المشايخ كرام ولكم ومشاهدين الكرام وفي الختام في ثواني معدودة علينا أن نحرص جميعا على أن تكون أسرنا جميعا في الجنة وأن نجنب أسرنا وأبنائنا وبناتنا جهنم وعذابها الشديد يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم اللهم نجينا من عذابك يوم تبعث عبادك والحقنا بالصالحين والصالحات من أبائنا أمهات أنك على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي من الوحي بادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرات خير العبادي تعالى لسيرات خير العبادي شكرا